لو قلت لكم اني بدي احكي اليوم عن الـ Open Label Placebo Trial لو فكرتوا فيها شوي الزملاء اللي عندهم شوية خبرة بالاحصاء او اللي بيعرفوا بالاحصاء سيجد اقول الكلمة هيك غير متجانسة كيف Open Label؟ Open Label يعني ان الدراسة مفتوحة دراسة معنا معمّة معنا بلايندد وبالتالي المريض بيعرف شو عم يأخذ مقابل بلاسيبو اني انا عمدخل بلاسيبو بالنصف فالمريض معنا عم يعرف انه يأخذ بلاسيبو شوية صعبة حقيقة فيه إلنا جدل أخلاقي انه كيف عم نعطي المرضى بدراسات الـ RCT اللي هي double blind عم نعطيهن بلاسيبو وانه عم نقل له انه هذا ممكن بيعرفوا انه هم يأخذوا بلاسيبو او دوابس انه ما نعرفين بالضبط شو عم يأخذوا ففيه خلاف أخلاقي عليها ففيه احد الباحثين او بعض الباحثين قرر يعملوا شغلة اسمه proof of concept انه دراسة اثبات وجهة النظر هاي دراسة تقوم على انه نحن نعطي المريد بلاسيبو وانقل له انه انه انت عم تاخد بلاسيبو هو بيعرف دراسة صراحة يعني جريئة حقيقة مثل ما انه البلاسيبو افكت اصلا ما بيجي بالشغلات الكبيرة يعني انا ما حايجي والله على مريض احتشاع عضل قلبية وعالجه بالبلاسيبو اكيد بس البلاسيبو افكت بيظهر بالاعراض متما انه الـ subjective العراض الشخصانية الالم المزاج اضطراب المزاج نقص الشهية فحقيقة في ثلاث دراسات هحط روابطها درسوا تأثير البلاسيبو الـ open labeled يعني بيجوا على المريض بيقولوا نحن هنعطيك حبات سكر حبات طحين ما هي دواء ابدا تاخدهم ثلاث مرات في اليوم وتلتزم فيهم اضافة لدويتك الاصلية اللي عم تاخدها وهذا الشي ممكن او يعني منقله انه هذا بلاسيبو بس فقط ما منقله شي تاني فدرسوا مجموعتين مرضى المجموعة الاولى مثلا اول اضطراب هو مرضى الشقيقة اسموا المرضى لمجموعتين عطوهم العلاج المعياري للمجموعتين نفسه مسكينات الالم وضادات الشقيقة التانية وعطوا مجموعة من المرضى بلاسيبو حبات طحين حبات قالوا هاي بلاسيبو هاي الدواء ما فيه اي حبات ما فيها اي شي ما الى اي فائدة ما غششوا المرضى ابدا تاخدها ثلاث مرات باليوم وبدنا نشوف تأثيرها عليك المرضى التزموا بالعلاج وبعد ستة شهر المرضى اللي اخدوا الادوية المعيارية اضافة للبلاسيبو كان تحسن الشقيقة عندهم او كان تأثير البلاسيبو اعلى من مجموعة الشاهده هنا اخدوا فقط العلاج المعياري كان ضبط الشقيقة عندهم افضل مجموعة تانية المرضى هنين الاي بي اس هنين الاطراب الكولون الهيوجي اللي هي المتلازمة الابعاء الهيوجي او الوظيفية او البتكونياء فنفس الشي كمان مجموعتين مرضى عطوا العلاج المعياري نفسه للمجموعتين اضافة ل مجموعة من المرضى عطوهم انتلفينشن اللي هو بلاسيبو هادولون هنعطيكم هاي الادوية اللي هي تاخدها ثلاث مرات او مرتين باليوم هي عبارة عن حبات بلاسيبو ما فيها اي تأثير كان ضبط المرض وضبط الاعراض خليني اقول كان افضل بمجموعة البلاسيبو مجموعة تالتة اظنها كانت عن الم الظهر المزمن وهذا الم شائع ومزعج جدا ومتعب للمرضى وللاطباء حقيقا نفس الشيء يجابوا مجموعتين مرضى عندهم انقلم ظهر مزمن عجزوا بالعلاج المعياري مثل ما يقولوني بضبط الاعراض فعطوا مجموعتين اسموا المرضى للمجموعتين مجموعة عطوهم بلاسيبو ونعطيكم حبات سكر ما لها اي تأثير دوائي ونشوف تأثيرها بعد ستة شهور او بعد اربعة شهور ما نفاكر الرقم مهم انه تابعوا المرضى لفترة والمجموعة الثانية اخدوا العلاج المعياري فقط المجموعتين اخدوا الانسيد هذه المسكينات غير استيرويدية ومطادات غير استيرويدية فكمان كان ضبط الالم افضل بمجموعة البلاسيبو ما نستنتج ؟ نستنتج انه البلاسيبو ممكن يشتغل حتى لو المريض بيعرف الحال ان ياخد بلاسيبو هل ممكن هذا الشيء نعممه على الدراسات لما بنلغي الـ double blinding صراحة ما اظن فيني احكي هذا الكلام انا حبيت احكي هذا الكلام بفيديو مستقل حتى لا نشويش على زملاء هذا الكلام ترف علمي خليني اقول بس هو مثل ما فيه شيء خفي ربما ما منعفه لسه بتأثير البلاسيبو حقيقا اي دواء بنعطيه نحن بالادوية اللي بنعطيها لعلاج اي مرض حتى لو كان دواء فعال فيه جزء من تأثيره بلاسيبو و جزء من تأثيره فعال لما بنعمل الـ RCT هي الـ double blind الـ randomize control بنحاول نثبت انه مو بس بلاسيبو افكت فيه جزء اضافي هو جزء فعال هو هذا السبب من خلي من بيع الدواء بالشيء الفناني من الشغلات اللي بتخطر عبادة موضوع البلاسيبو شغلتها احد الدراسات كمان حط رابطها هاي دراسة اثبتت دور البلاسيبو بالعلاج جابوا مجموعتين مرضى عندهم اظن كان قلم او صداع ما بنذكر شو كان للأعراض عطوهم مسكنين ألم جابو لهم دوايين قالوا هذا مسكن وهذا مسكن هنعطيكم المسكن المعياري لمجموعة الحبة دولارين والمجموعة الثانية قالوا هذا الدواء جبناه هو نسخة عن الدواء الأصلي هو دواء من الصين وسعر الحبة اظن كان نص دولار او ربع دولارين مبلغ قليل جدا قياسا بالسعر العادي فالمجموعة اللي اخدوا الدواء الغالي كان استجابتهم للمسكن الاستجابة المسكنة كانت افضل مجموعة اللي اخدوا الدواء الرخيص بالنهاية المجموعتين كان عم ياخدوا بلاسيبو عم ياخدوا نفس الدواء عم ياخدوا نفس الحبات السكر خلينيقول شو منقدر نستنتج منقدر نستنتج ان البلاسيبو في كتير عم تدخل فيه حقيقة انا الشي اللي بيخطر عبالي صراحة هو يتخريجين الجدد لما بيكون واحد در الصب مثلا هلأ صار سنة ثالثة يطب او تخرج مثلا صار سنة ثالثة وخلص صب وصريفهم شيء بالادوية ويعرف شو هو الدواء اللي بيشتغل وهو الدواء اللي بلاسيبو حقيقة باحد الاقاربه مثلا او قريباته بيستشيروه بمثلا راهوا ع الطبيب الفلاني هذا الطبيب الفلاني بيكون صل له مثلا شيبه متخريل من السبعينات او من الثمانينات فباستعادة شو هي الادوية اللي عطاها للمريضة اللي هي قريبته فبتكون طبعا المريضة هي حساسة نوعا ما بيكون الطبيب هذا كلا بتاخدي هذا الدواء كل ثمين ساعات وبالتزام واذا ما اخدتي ممكن تموتي واذا واذا بيعطيها يعني بيعطيها انه هذا الدواء هو الدواء الحيش في حادثها واذا ما اخدته ممكن يصير شي خطير جدا جدا ممكن يكون هذا الدواء هو بس فيتامينات او مسكن ألم اي دواء بسيط يعني ما فيها ما بده هالشدة بالتعليمات للمريض الطالب الطب بيكون حافظ درسه مثلا بيقول هذا الحكي كله دجل هذا الحكي كله كده بيشكك المريضة او المريض بكلام الطبيب وهو صادق حقيقة بس اللي يغفله انه هذاك الطبيب وانا عم اخد الامور بحسنة النية انه هذا الطبيب عم يعتمد على البلاسيبو افكت وفعلا يبدو وهادا العلم عم يحكي انه اللي بالبلاسيبو مهم فالمريض لما بيكون مقطنع انه الدواء اللي يعطيها الطبيب هو الدواء الفعال هو الدواء المفيد حتى لو كان عم نيحكي عن دواء فعال معمян مر ما باك شاعة لدواء فعال استجابته أفضل من لما يكون عم ياخد الدواء شلون من كان لما بيسأل الطبيب بتسهل معه الطبيب أنا صرت أميل حقيقة ويبدو هذا الخبرة بالطب بتقول هذا الكلام أنه أنت ما تتسهل مع المريض بالأدوية وصبت له دواء الفيتامينات فهموا أنه هذا الدواء هو فعلا دواء فعال وأنه هو دواء مهم وأنه هو بنعطى كل 8 ساعات وما بيصير التغفل ولا جرعة وإذا أخذته قبل الأكل أو بعد الأكل تعطيه تعليمات دقيقة جدا يبدو أنه هي التعليمات الدقيقة مفيدة يبدو هل هذا يبرر الدجل اللي هو بيع الكذب أو بيع الوهم أو أني خلينا نقول أني تضحك على المرضى لا ما بيبرر أبدا أنه لما بشوف طبيب أو غير طبيب عم يعطي دواء حقه بالصيدرية مثلا عشر لهرات وعم يروح يبيعه إياه بخمسمائة ألف مثلا هذا دجل وهذا كذب أنا هذا حوعي منه بس لا لما بيكون الدواء نفسه اللي هو موجود بالصيدريات والطبيب عم يشرح للمريض أنه هذا دواء مهم وفي كثير أطباء أفكرة يتبعوا هذه السياسة مع المرضى أظن أنه هذا الشي صحي وصحيح والعلم يدعمه والمرضى يستفيدوا أكتر على الدواء نقطة أخيرة عن البلاسيبو وعن البلايندينج أحيانا كثير جزء كبير من الدراسة مستحيل تعمل البلايندينج مستحيل تعمل البلاسيبو لما بيكون الدراسة عن مثلا مرضى الأرض أنا ICU فأني أقول أرض لما تكون دراسة عن موضوع البرومبوزيشن وهي أنك نام المريض على بطنه مستحيل تعمل البلاسيبو مستحيل تعمل البلايندينج أصلا ومن الممرضى والطبيب اللي عم يتابع ويعرفوا أنه هذا المريض هو برون مستحيل يعني ما بيتخبى هذا الشي بس ممكن الباحث نعمله بلايندينج عساس أنه مشان نخفف البيس به هاي الدراسات جراحة ممكن ينعمل شغلة اسم الشام زي ما هذا تناقشت مع أحد الأطباء عليها وشرح ليها رغم مهما فعلنا ربما الشام هو أنه نعمل جراحة وهمية صراحة تأخذ ميدا غرفة العمليات تفتح له الجلد وتخيط بدون ما تكونك دخلت لجوه حقيقة أخلاقيا فيها نقاش طويل بس هل فعلا دائما نعمل الشام إفكت اللي هو البلاسيبو إفكت مو بهالدقة هاي هذا هو اللي يقدر بيختر عباري بموضوع البلاسيبو وموضوع البلايندينج وإن شاء الله بنتقل لفكرة بعدها بالفيديوهات القادمة السلام عليكم